طبعا هذا عنوانه تاريخ وشبه الجزيرة العربية وآثار وقبل الإسلام هذا يعني كتابات تاريخية ترجع إلى ما قبل الإسلام سواء الجزيرة العربية أو نحوها بالثارة الجزيرة العربية أهم ما يعتمد به الباحثون المراد بها استكشاف وهذا التاريخ عن طريق بهذا البحث عن طريق الآثار هذه الدراسة أثرية ليس عن طريق لا النقوش ولا الكتابات لأنه فيها بحوث أخرى هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور زيدان عبد الكافي كفافي وفقه الله وهو أردني قال أني درست في ألمانيا ودرست هنا وهناك وكان من نعمة الله يقول أني جيت إلى معار إلى جاعة ماليس سعود ثم حصل أثناء قامته في الرياض أنه خرج إلى بعض الرحلات استكشافية للمواقع الأثرية وأستخرج منها أشياء كثيرة تتعلق بالجانب التاريخي وتدخل قبل الإسلام ثم حصل له أن دعي إلى بعض المناطق الأخرى دعي مثلا إلى اليمن ودعي إلى أمان ودعي إلى كل دول الجزيرة العربية فاستخرج من هذه الآثار شيء كثير من المعلومات ورجع إلى كتابات من سبقه وإلى الأبحاث بالذات في الدوريات الأجنبية وهي كثيرة جدا لرجع عليها في هذا البحث ليستخرجنا قصة تاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام عن طريق هذه الحفريات التي خرجوا بها طبعا أنت شوف اللوحة هذه عبارة عن إيش تخيل حسن لو قلت لك هذه عبارة عن إيش هذه مبخرة من شبوى في اليمن يعني هي أخذت تقريبا يعني في تاريخ قديم أنا أذكر أنه قالها هنا في المقدمة لاحظ يعني محفوظة في المتحف البريطاني ويرت في شبوى في القرن الثالث الميلادي تقريبا هذه شوى المبخرة هذه طبعا هو رجع إلى علد من الحفريات وذكر صورها وجاب نماذج منها هو ينقل طبعا ناقل من لاحظين مثلا هو ناقل الصور هذه من الموجودة في المتاحف سواء أداء عربية أو غير عربية مع التوثيق لها واستخراج الاستنباط والكتاب ضخم جدا كما ترى ومليء بالدراسات الوثاقية وهو من أصدارات مركز عبد الرحمن السديري الثقافي وفقهم الله نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة